السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا صغاري؟ اشتقت لكم كثيرا معكم المعلمة ميسعادي اليوم يا أعزائي سوف نكمل درس قراءة الأعداد وكتابتها الأهداف يتوقع من الطالب أن يقرأ الأعداد ضمن ثلاث منازل وأن يكتب الأعداد بالأرقام والكلمات ضمن ثلاث منازل دعونا نتذكر معا كيفية قراءة وكتابة الأعداد ضمن ثلاث منازل تعلمنا أن العدد ضمن ثلاث منازل مكون من أحد وعشرات ومئات نبدأ بالقراءة من منزلة المئات ثم الأحد ثم العشرات والآن يا أعزائي افتحوا كتاب التمارين صفحة عشرة التدريب الأول أقرأ كل عدد مما يأتي وأكتبه بالكلمات انظروا للرقم الأول من الشمال كما تعودنا يا أعزائي انظروا للرقم مكون من ثلاثة أعداد كيف أقرأ هذا العدد؟ تعلمنا أننا نبدأ من منزلة المئات كم هي منزلة المئات؟ ستة أحسنتم ستة إذن ستة أي ستمائة بعد المئات ننتقل لمنزلة الأحد ومنزلة الأحد هنا ثمانية ننتقل لمنزلة العشرات تسعة إذن ستمائة وثمانية وتسعون ستمائة وثمانية وتسعون ننتقل للرقم الثاني انظروا إلى منزلة المئات ثمانية أحسنتم ثمانية إذن ثمانمئة انظروا إلى منزلة الأحد خمسة والآن انظروا إلى منزلة العشرات تجدونها صفر صفر إذن نقرأها ثمانمئة وخمسة ثمانمئة وخمسة أحسنتم انظروا للرقم الثالث ننظر للمئات واحد إذن مئة مئة انظروا إلى منزلة الأحد واحد ومنزلة العشرات واحد إذن مئة وإحدى عشر مئة وإحدى عشر الرقم الأخير انظروا إلى منزلة المئات أحسنتم خمسة إذن خمسمئة خمسمئة ننتقل لمنزلة الأحد سبعة ومنزلة العشرات ثلاثة سبع وثلاثون إذن خمسمئة وسبع وثلاثون خمسمئة وسبعة وثلاثون أحسنتم رائعون ننتقل للتدريب الثاني أقرأ كل عدد مما يأتي وأكتبه بالأرقام هنا يا أعزائي كتب لي الأعداد بالكلمات ويطلب مني كتابتها بالأرقام انظروا معي اقرأوا معي جيدا ثلاثمئة وسبعة وعشرون ثلاثمئة وسبعة وعشرون نبدأ بالمئات ثلاثمئة ثلاثمئة اكتبوا معي ثلاثمئة ثلاثة وسبعة وعشرون وسبعة نكتبها في منزلة الأحد وعشرون نكتبها في منزلة العشرات اثنان إذن ثلاثمئة وسبعة وعشرون الرقم الرقم الثاني مئتان واثنان وعشرون مئتان واثنان وعشرون مئتان نضعها في منزلة المئات اثنان احسنتم واثنان وعشرون واثنان نضعها في منزلة الأحد وعشرون نضعها في منزلة العشرات اثنان إذن مئتان واثنان وعشرون احسنتم هيا ننتقل للرقم الثالث تسعمائة وأربعة عشر تسعمائة وأربعة عشر هيا تسعمائة اين نضعها احسنتم نضعها في منزلة المئات تسعة تسعة وأربعة عشر وأربعة نضعها في منزلة الأحد عشر إذن نضعها العشرة في منزلة العشرات أي واحد إذن تسعمائة وأربعة عشر هيا ننتقل للرقم الأخير أربعمائة وواحد أربعمائة وواحد أربعمائة نضعها في المئات أربعة أحسنتم وواحد أين نضعها في الآحاذ أم في العشرات أحسنتم وواحد نضعها في الأحد ماذا نضع في العشرات أحسنتم صفر أربعمائة وواحد أحسنتم رائعون هيا ننتقل للتمرين الثالث قرأة 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 خمسمائة خمسمائة وتسعة هيا نميز من هو قراءته صحيحة العدد هيا نقرأ العدد انظروا إلى المئات أحسنتم خمسة خمسمائة ننتقل للأحد كم عدد الأحد أحسنتم تسعة والعشرات صفر إذن نقرأها خمسمائة وتسعة إذن من هو الذي قراءته صحيحة أحسنتم رائعون هاشم إذن قراءة هاشم هيا دعونا ننتقل للتدريب الأخير أستخدم الأرقام التي في البطاقات المجاورة عندي أربعة بطاقات واحد أربعة اثنان ستة يطلب مني أن أكون أكبر عدد بالأرقام نبدأ من منزلة المئات إذا أردنا أن نكتب أكبر عدد إذن نأخذ أكبر بطاقة من يقول لي ما هو أكبر عدد في البطاقات أحسنتم رائعون ستة ستة إذن ضعوا ستة في منزلة المئات هيا الآن ننتقل لمنزلة الأحد والعشرات نريد نريد تكوين أكبر عدد الأكبر هو الأكبر الأكبر أكبر عدد بالأرقام هو ستمائة واثنان وأربعون ستمائة واثنان وأربعون إذن إذن في المئات اخترنا أكبر عدد وفي العشرات اخترنا العدد الأصغر منه وفي الآحات العدد الأصغر من العشرات هيا نكتبه بالكلمات ستمائة واثنان وأربعون يطلب مني الآن أن أكون عدد يتكون من ثلاث منازل بحيث يكون أصغر عدد بالأرقام والآن يا أعزائي نعمل عكس الأكبر نختار الأصغر نبدأ من أي منزلة أحسنتم من منزلة المئات ما أصغر عدد ممكن أن نضعه في منزلة المئات أحسنتم رائعون مئة واحد مئة مئة ممتاز الآن ما هو أصغر عدد ممكن أن نضعه بعد الواحد في العشرات أحسنتم اثنان اثنان ونضعه في منزلة الأحد العدد الأصغر أيضا أربعة إذن أصغر عدد ممكن تكوينه من البطاقات المجاورة مئة وأربعة وعشرون أحسنتم هيا دعونا نكتبه بالكلمات مئة وأربعة وعشرون مئة وأربعة وعشرون أحسنتم رائعون هكذا نكون قد انتهينا من حل تمارين كتاب التمارين قراءة الأعداد وكتابتها صفحة عشرة قوموا بحلها وأرسالها لي للتصحيح والآن ننتقل للدوسية صفحة سبعة قراءة الدرس الرابع قراءة الأعداد وكتابتها انظروا يا أعزائي يذكروني هنا أنه لقراءة عدد ضمن ثلاث منازل نبدأ بالقراءة من منزلة المعيات ثم الأحد ثم العشرات ونقرأ العدد بالقيمة المنزلية انظروا للرقم الذي ضعه لدي ثمانمائة وخمسة وأربعون نبدأ بالقراءة من المئات ثمانية إذن ثمانمائة ثمانمائة وننتقل للأحد خمسة خمسة ثم ننتقل للعشرات أربعة خمس وأربعون إذن ثمانمائة وخمسة وأربعون أحسنتم أمثلة توضيحية نقرأ العدد مئتان وأربعون نبدأ من منزلة المئات مئتان مئتان وأربعون أحسنتم مئتان وأربعون العدد الثاني نبدأ من منزلة المئات ستمائة ستمائة ثم ننتقل للأحد أربعة منزلة العشرات صفر إذن ستمائة وأربعة ستمائة وأربعة العدد الثالث ننظر إلى منزلة المئات مئة مئة ثم ننتقل للأحد سبعة ومنزلة العشرات واحد إذن سبعة عشر سبعة عشر إذن مئتان وسبعة عشر أحسنتم هيا ننتقل للتدريب الأول اقرأ الأعداد الآتية كما تعلمت يا بطل ثم لون الدائرة التي مئتها تسعة باللون الأخضر لتصل رهف إلى قطتها انظروا إلى المسافة بين رهف وقطتها هيا نساعد رهف للوصول إلى قطتها عن طريق تلوين الدائرة التي تحتوي مئاتها الرقم تسعة انظروا الدائرة الأولى تسعمائة وثلاث وخمسون تسعمائة وثلاث وخمسون الدائرة الثانية تسعمائة واثنان وستون الدائرة الثالثة تسعمائة وواحد وسبعون الدائرة الرابعة تسعمائة وتسع وثمانون الدائرة الدائرة الخامسة واربعة وثلاثون وثلاثون أنتم أيها البطل لكتابة عدد ضمن ثلاث منازل نبدأ بالكتابة من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين فنكتب منزلة المئات أولاً ثم الآحات ثم العشرات مثال يكتب العدد مئتان وستة وخمسون بالأرقام مئتان نضعها في منزلة المئات ثم وستة وخمسون وستة نضعها في منزلة الآحات وخمسون نضعها في منزلة العشرات خمسة إذن من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين انتبهوا جيداً التدريب الثاني والآن أيها المبدع اكتب العدد الممثل على المعداد ثم أقرأه انظروا إلى المعداد الأول انظروا إلى منزلة المئات كم يحتوي المعداد في منزلة المئات أحسنتم ثلاثة أحسنتم انظروا لمنزلة العشرات كم العدد الممثل على المعداد في منزلة العشرات أحسنتم واحد وانظروا إلى منزلة الأحد تحت واثنان أحسنتم كيف نقرأ العدد نبدأ من منزلة المئات ثلاثمائة 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 ثم ننتقل لمنزلة الأحد اثنان ثم ننتقل لمنزلة العشرات واحد نقرأ الأحد والعشرات سويا اثنى عشر اثنى عشر اذا نعود للمئات ثلاثمائة واثنى عشر ثلاثمائة واثنى عشر انظروا للمعداد الثاني هيا نبدأ من منزلة المئات كم عدد الأعداد الممثلة على المعداد في منزلة المئات أحسنتم اثنان انتقلوا إلى منزلة العشرات أحسنتم رائعون لا يوجد أعداد ممثلة إذن صفر هيا ننتقل للأحد العدد الممثل واحد أحسنتم كيف نقرأ هذا العدد أحسنتم رائعون نبدأ من منزلة المئات مئتان مئتان وننتقل للأحد واحد والعشرات صفر إذن لا نقرأها إذن مئتان وواحد مئتان وواحد هيا انتقلوا للمعداد الثالث هيا نبدأ من منزلة المئات ما العدد الممثل في المئات أحسنتم أربعة أربعة هيا ننتقل للعشرات أحسنتم العدد الممثل في العشرات ثلاثة وصف الأحد أحسنتم صفر صفر إذن أربعمائة وثلاثون بدأنا القراءة من منزلة المئات أربعة أربعمائة وثلاثون أحسنتم التدريب الثالث اقرأ الأعداد التالية من لوحة المنازل ثم اكتبها بالأرقام انظروا إلى لوحة المنازل تذكروا من لوحة المنازل تتكون من الأحد والعشرات والمئات الرقم الأول انظروا إلى لوحة المنازل أحدها خمسة عشراتها ثمانية مئاتها تسعة من أين أبدأ الكتابة أحسنتم تسعمائة وخمسة وثمانون تسعمائة وخمسة وثمانون لوحة المنازل الثانية سبعمائة وأربعة أحسنتم سبعمائة وأربعة يا أعزائي ننتقل للتدريب الجابع أكتب الأعداد التالية بالأرقام يا بطل واحد مئة وسبعة وخمسون هيا مئة أين نضعها؟ أحسنتم في منزلة المئات نضع واحد وسبعة وخمسون سبعة نضع السبعة في منزلة الآحد سبعة وخمسون نضع الخمسة في منزلة العشرات إذن مئة وسبعة وخمسون خمسمائة وستة عشر خمسمائة وستة عشر خمسمائة أين نضعه؟ أحسنتم في منزلة المئات نضعها خمسة خمسة وستة عشر نضع الستة في منزلة الآحد والواحد في منزلة العشرات إذن خمسمائة وستة عشر ثمانمائة وثلاثون نضع الثمانمائة في منزلة المئات ثمانية ونضع الثلاثون الصفر في الآحد والثلاثة في العشرات أحسنتم الرقم الرابع سبعمائة وسبعة سبعمائة وسبعة سبعمائة نضعها في منزلة المئات سبعة وسبعة نضعها في منزلة الآحد هل نضع شيء في منزلة العشرات؟ لا أحسنتم إذن سبعمائة وسبعة نضع الصفر في العشرات با بخطك الجميل أكتب الأعداد التالية بالكلمات هيا نقرأ الرقم الأول نبدأ كالعادة من المئات كالعادة من المئات مئتان ثم ننتقل للأحد واحد وستون مئتان وواحد وستون أحسنتم الرقم الثاني نبدأ أيضا من المئات تسعمائة وثلاثة عشر تسعمائة وثلاثة عشر تالتا نبدأ أيضا من المئات ستمائة ثم ننتقل للأحد ستمائة وواحد ستمائة وواحد رابعا نبدأ أيضا من المئات أربعمائة وخمسون أربعمائة وخمسون أحسنتم رائمون قوموا يا أعزائي بحل التدريبات على الدوسية وأرسلوها لي والآن واجب بيتي املاء بالكلمات الآتية مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة واجب بيتي تدربوا عليها جيدا وارسلوها لي في فيديو إن شاء الله يوم السبت وإلى اللقاء